السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تصح إمامة الصبي اللي عنده عشر سنوات للصلاة في البيت لوالدتي وإخواته البنات لو هو صلاة صحيحة يعني صلاة توفرت فيها شروط وصلاة صحيحة الأركان وأظن عشر سنين آه يخلي صلاة صحيحة آه يجوز إنهم أمه ودي لي على ذلك حديث غلام بن النجار الذي كان يؤم الناس في الصلاة صحيح إن بعض قال إن هذا يكون في النفل لا إحنا عندنا القاعدة من صحة صلاة لنفسي صحة صلاة لغيره فهو يجوز أن تقتدوا بيه آه يجوز إن أنتوا تقتدوا بيه طيب حتى ولو لم يبلغ حتى ولو لم يبلغ أخذا بعمومي هذا الحديث إن رسول الله سلم وجد غلاما لبن النجار يؤم قومه فلما سألهم قالوا إنه أقرأهم آه فيجوز إنه يصلي بأمه إخواته البنات يجوز إنهم يؤمهم في الصلاة إذا كانت صلاته توفرت فيها الأركان والشروط فيبقى صلاته صحيحة لنفسي فيجوز أن يؤم فيجوز إنه يؤم أمه وأخته ويبقى دوت إن شاء الله في ميزان حسناته وحسناتكم ترجمة نانسي قنقر